اشتركوا في القناة ليوم الثلاثاء 14-4 القمر مازال موجود في الجدي لآخر يوم رح يكون موجود في منزل التسعاد بلع للعلاج والفراق وإطلاف الأموال والحرية تأثير القمر على الجميع زي ما حكينا انه منعود لطبيعتنا الجادة ومنحاول إنجاز عمل متراكم منجد انه الأمور ما بتسير معنا بسهولة وممكن يسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض منه علينا الاجتهاد أكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد وشراء تحفي أثرية البدء بحمية وشراء بوليسة تأمين بالنسبة للخلاء لا بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية رح تتشكل معنا وهي زاوية رح تكون من الزوايا البطيئة اللي إلها تأثير تقريبا بحدود السبع أيام ورح تستمر كمان تقريب السبع أيام هاي الزاوية هي زاوية تربيع سلبية اليوم أوجها رح تكون بين الشمس وبلوتو طبعا الشمس معروف انه هذا كوكب للقيادة وبلوتو معروف انه كوكب العنف اللي بيقلب كل شيء وبيعمل شغلات مفاجئة على أساس انه يبدأ من أول وجديد في تمام الساعة 11 و 6 دقائق هاي الزاوية رح تكون تشكلت تماما اللي هي 11 و 6 دقائق ظهرا بتوقيت جرينيج في هاي الفترة بتثور أعمال العنف ومواجهات لها علاقة بالنيران والمعادن بتعزز التسلط على البعض يعني بيصير فيه قابلية للتسلط وبحاولوا البعض انهم يفرضوا سيطرتهم على الآخرين بتدل على برضو وجود دوليا هاي بتدل على وجود مؤامرات ضد الحكومة سواء داخلية أو خارجية وقيام الحكومات بالتعبئة ضد بعض الجماعات الإرهابية يعني بتروج المواضيع على الإرهابيين أو بحاول أو عمليات اعتقال الإرهاب طبعا في هيك وضع ما بكون هو إرهاب يعني في دول بيكون فيها إرهاب في دول بيكون ناس بتنشر إشاعات فبتحاول إنها هي تزعزع الأمن الموجود داخل أي وطن بالتالي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار هناك احتمال وقوع حوادث حرائق ضواهر طبيعية مثل الزلازل والبراكين أو تعرية وطبعا بالنسبة إلنا في الأردن لاحظنا إنه إحنا من أسبوع إنه في هزات أرضية بتصير بسيطة في مناطق الجنوب عندنا بتصل لثلاث درجات ونصف أربع درجات شغلات من هذا القبيل طبعا هاي الأمور طبعا وفي دول ثانية صارت زلازل زي هيك خفيفة هذا طبعا من تأثير هاي الزاوية كمان برضو سبع أيام يعني كمان أسبوع برضو بنظن حاسين في هاي الأمور إنها بتظلها موجودة اثنين إنه بما إنه زاوية التربيع جاية بين الشمس اللي موجود في الحمل فهو بدل على القيادات والحكم وعمليات عسكرية وعنف كبير وتهديد وشغلات فيها زعزعة أو شغلات فيها نوع من أنواع الضغط على دول معينة ممكن يكون عسكري أو يكون سياسي وبرضو في نفس اللحظة بما إنه موجود بالجدي الجدي إلو علاقة برضو بالقرارات السياسية إلو علاقة بالاقتصاد ففي دول بتحاول إنها تحارب دول ثانية باستغلال الاقتصاد أو الانهيار الاقتصادي في خلال الفترة هاي اثنين إنه بما إنه هاي الزاوية برضو بتتشكل ما بين ناري وما بين ترابي معناته فيه إشي إلو علاقة بارتفاع درجة الحرارة خلال يعني اليوم ترتفع درجة الحرارة شوي وخصوصا في المناطق اللي بكون فترة الصبح اللي هي فترة الزاوية هاي اللي هي الساعة 11 ست دقائق يعني بتكون ظهرا اللي هي بمعنى بدها تصير عليهم بمعنى هذا بتدل على منطقة الشرق الأوسط إنه بتزيد درجة الحرارة الشوية بترتفع عن معدلها وثاني إشي بما إنه في برج ترابي معناته رح يكون فيه غبار ورح يكون فيه أشياء لها علاقة بالرياح الدافية أو يعني أشياء لها علاقة بالجو تقلب الجو وشغلات اللي من هذا القبيل أنا حكيت الشرق الأوسط هي مش الشرق الأوسط لحالها يعني كل الدول اللي بتكون فيها فترة ما بين الظاهرة والعصر اللي هي ساعة 11 و 6 دقائق بتوقيت جرينيج هي هاي الدول اللي رح تتأثر من هذا التأثير الجوي اللي رح يصير خلال الأسبوع القادم يعني بسموها تقلبات في الجو عدم استقرار بسموها أي مسميات بعلم الأرصاد الجوية ولكن هاي الزاوية هي سبب الأساس إنها خللت الضغط يصير في المنطقة هاي اثنين أعمال العنف بتتركز برضو على المنطقة هاي أكثر من غيرها يعني مناطق نحكي إحنا الجزيرة العربية برضوها لأنها بتكون عندها فترة الظهر مناطق إحنا الشرق الأوسط مناطق مصر وتونس وليبيا برضو هاي بتكون فترة الظهور عندهم يعني بمعنى آخر إنها هي رح تتركز على الوطن العربي إجمالا أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر ونبتون رح تكون هاي في تمام الساعة 12 وتسع دقائق ظهرا بتعزز الخيال الخصب ويقوى الحدس وعليه فإن أكثر المستفيدين هم من يعملون في مجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية إقتران إيجابية بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة 10 مساء فهيك إحنا بكرة إن شاء الله رح نحكي عن هاي الزاوية لأنها تروع رح تكون بعد حلقة الغد فعشان هيك نكتفي بالزاويتين اللي إحنا ذكرناهم أول شيء وباقي الزاوية هاي منخليها لبكرة إن شاء الله منحكي مع عنها لأنه برضو في خلو المسار خلو المسار رح يبدأ بكرة برضو بعد حلقة الغد ساعة 11 و 46 دقيقة مساء ورح يستمر لغاية بعد منتصف الليل لغاية الصباح اللي هو لساعة 37 دقيقة صباحا وحكينا أنه فترة خلو المسار عشان الناس اللي بدها تحتاطوا من اليوم بهاي الفترة إنه لا يصلح فيها أي عمل جديد أو شراء شيء ثمين أو عقد توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو أي شيء من هذا القبيل وطبعا بما إنها هي رح تصير بالليل معناته أكثر المتأثرين من خلو المسار هاد الأشخاص اللي بتكون عندهم نهار يعني الجهة الأخرى من الكرة الأرضية أما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار المربع عمره عشرين يوم في تمام الساعة عشر أو ست دقائق مساء بصير عمره واحد وعشرين يوم يعني الليلة بصير عمره واحد وعشرين يوم نسبة الإضاءة خمس وخمسين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى تسعة عشر أربعة مزاجها منتحس القمر في الجدي حتى خمسة عشر أربعة المزاج سعيد عطارد في الحمل حتى يوم سبعة وعشرين أربعة المزاج سعيد الزهرة في الجوزاء حتى ثلاثة عشر خمسة بعدين بيبدأ يتراجع الزهرة مزاجها سعيد المريخ في الدلو حتى ثلاثة عشر خمسة المزاج منتحس المشتري في الجدي حتى أربعة عشر خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس زحل في الدلو حتى أحد عشر خمسة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس أورانوس في الثور حتى خمسة عشر ثمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نيبتون في الحوت حتى ثلاثة وعشرين ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوته في الجدي حتى 25 أربعة وبعدين ببدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا القمر ما زال موجود في البيت العاشر فعشان هيك هذا يوم مناسب للأشخاص اللي على رأس عملهم بينجحوا في الدفع بمصالحهم بحافظوا على إنجازاتهم القائمة أهم شيء أنهم يمسكوا حالهم ويهدئوا روعهم ما في داعي للإنفعال اتجنب مخالفة القوانين ويحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة ويحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها أما بالنسبة للخارطة الفلكية فبالنسبة لأول إشي البيتك الأول يعني بشوف اليوم أنا فيه نوع من أنواع الضغط طبعا بسبب زاوية التربيع هاي رح يتأثر كثير من موليد برج الحمل وهاي رح تعطيهم نوع من أنواع العصبية أو نوع من أنواع فرض السلطة أو السيطرة فعشان هيك هم أكثر ناس رح يعانوا من عملية الحدية في الطباع وهم أكثر ناس ممكن أنوا يتعرضوا لسوء التفاهم أو للعصبية أو امتعاض البعض من بعض تصرفاتهم أو ما يقدروا يوصلوا الرسالة اللي هم يبدهم إياها أما بالنسبة للبيت الثاني البيت الثاني إجمالا رح يكون يعني في بعض الإيجابيات ولكن ما رح تكون على الكل يعني فعشان هيك الأشخاص اللي على رأس عملهم اللي بيطلعوا بيشتغلوا مش متأثرين بالحجر فهدولة ممكن أنهم يستفيدوا بعض المزايا المادية أو تحصيل بعض الأموال أو ممكن يكون في بعض الدعم لا إلهم أما الأشخاص اللي في البيوت فممكن أنهم يحصلوا بعض الرواتب أو بعض الدعم الخارجي أو أشياء لها علاقة بالهدايا أو المنح أما بالنسبة للبيت الثالث البيت الثالث اليوم ضعيف فعشان هيك اليوم نقول لك حاول أنك أنت تمسك عصابك عصبيتك اليوم رح تكون واضحة تمردك رح يكون عالي غضبك رح يكون سريع ردات فعلك ما رح تكون مدروسة فعشان هيك في عندك نوع من أنواع التشتت الفكري ففي هاي اللحظة بتصير الحساسية عندك عالية أكثر وردات فعلك بتصير عصبية أكثر اللي عندهم امتحان أو عندهم دراسة اليوم بدهم يركزوا بشكل جيد وخصوصا الأشخاص اللي بيقدروا يقدموا امتحانات في أشخاص بقولك وين نقدم امتحانات ما فيش عندنا امتحانات ما احنا كورونا وقاعدين في البيوت احنا في الأردن مثلا منقدم امتحانات من البيوت يعني طلاب الابتدائي والثانوي من خلال الانترنت بيقدموا امتحانات وبأخذوا فحوصات وبأخذوا علامات عادي دراستهم قائمة بدراسة منزلية عن طريق الكمبيوتر والانترنت والتعليم عن بعد فعشان هيك احنا ما بنقدر نستثني هذا البيت فبدكوا تتقبلوا اثنين عملية الحركة لما نقول نشاط بالحركة وبتطلع من البيت وهذا في ناس بيجي يقول لك احنا قاعدين في البيت لا يا عمي احنا في الأردن مثلا بنطلع من البيوت من الساعة 10 الصبح للساعة 6 المساء وبتحركوا في ناس بتروح على أعمالهم ومحلات بتشتغل فاحنا في عنا حركة فمش عشان انت في نقطة من العالم ممنوع تطلع من بيتك لازم انا امنع التوقعات لكل الكرة الارضية اما بالنسبة للبيت الرابع فالبيت الرابع بدعمك على مستوى البيت وبرضو على مستوى اشياء الها علاقة بالتواصل العائلي ولكن برضو عصبيتك ظاهرة في هذا اليوم فممكن انت تختلق بعض المشاكل او تستفز بعض اعضاء البيت او ممكن يستفزوك بكلمة او بعبارة فانت ثور ثورة عارمة وتحتد وتعصب في منكم ممكن يشتغل في اعطاء المنزلية او يهتم بامور الها علاقة بالصيانة او ترتيب او المشتريات اما بالنسبة للبيت الخامس فالبيت الخامس برضو يعني مش قوي كثير ومش سلب كثير فعشان هيك اليوم نقولك هو روتيني ولكن برضو انا خايف من عصبيتك انها تعمل اي مشاحنات او مشاكل ما بينك وبين الحبيب لانه الضغط موجود عندك عبيتك الاول يعني عليك انت الضغط فبحط الاحتمالات بالعصبية على كل المجالات مش لانك انت عصبي لا لانه ممكن تحتد من اي تصرف ومن اي سوء تفاهم فيغلب عليك حديث الطباع فممكن ان تثور في وجهه اي شخص عشان هيك بقولك بيت العاطفي ممكن انه انت اليوم برضو تتحسس من تصرف الحبيب او انه ردنيت عليه ما ردش عليك فتعصب طلبت منه شغلي فتأخر في الرد عليك فتعصب تقوله بدي بالله الشغلي هاي فيقولك ماشي بس شوي فتعصب انت ليش قالك شوي هاي كليتها متوقعات خلال هذا النهار ومتوقعات على حسب طبعك برضو اما بالنسبة للبيت السادس يعني البيت السادس اجمالا هو بيت الصحة وبيت العمل بالنسبة للعمل بتنجز اعمالك يعني اي عمل بتوكلك خلال هذا النهار انت بتقدر تنجزه ما عندك اي مشاكل في هذا الموضوع بالعكس عندك رغبة جامحة لانجاز كثير من الاعمال المطلوبة منك خلال هذا النهار ولكن بدك تهتم برضو بامور الهلاقة بالصحة اما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراكي روتيني يعني على طبيعة علاقتك على طبيعتك انت على طبيعة تعاملك مع الشريك وهو اللي رح يكون خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت الثامن البيت الثامن برضو روتيني ما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي فعشان هيك برضو بتتعامل على حسب طبيعتك الاشخاص اللي لهم ديون او لهم مستحقات ممكن اليوم يحصلوها الاشخاص اللي مائلهم ممكن ما يحصلوها اما بالنسبة للبيت التاسع فهو بيدعمك على مستوى الاتصالات الخارجية تواصل مع اشخاص خارج البلاد الاهتمام بامور سياسية او اقتصادية او دينية او اشياء لها علاقة بالفلسفة يعني بكل الامور هاي في منكو ممكن اليوم يبدأ بقراءة عن موضوع معين او بحث عن موضوع معين وفي منكو ممكن يهتم باوراق قانونية او مسائل قانونية اللي عندهم امتحان جامعي او دراسة جامعية اليوم بكون يوم مميز بالنسبة لهم اما بالنسبة لبيتك العاشر فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف الامور يعني فيها نوع من انواع يعني بتختص اشخاص معينين من اصدقائك هم اللي ممكن انت تتواصل معهم وبرضو في دورهم هم ممكن يتواصلوا معك فعشان هيك ممكن تتفاجأ اليوم وخصوصا في ساعات ما بعد الظهر اتصال من شخص معرفة او علاقة اما لتفقدك او للتواصل معك برضو بتقدر تستشير اليوم اصدقائك في مسألة معينة او بعض العلاقات في موضوع معين وممكن يكون فيه جواب يطمئن بالك منه طبعا هذا اخر يوم من ايام الضغط بكرة ان شاء الله بيكون الوضع احسن وخصوصا عند انتقال القمر لا تدلو اما بالنسبة لبيت المتاعب بيت المتاعب طبعا يعني فيه نوع من انواع الضغط ولكن مش هالضغط الكبير فعشان هيك يمنقولك انه بيقدر تنجز الاعمال المطلوبة منك ممكن تراقب نوع من انواع الاغذية او تشتهي نوع من انواع الاغذية اللي بيطغى عليك هي مخاوف بوهمية او نوع من انواع الوساوس او نوع من انواع الاكتئاب حاول انك تطلع من هذه الفترة قدر الامكان ممكن اليوم تسمع خبر عن شخص او عن بعز عليك يعني دخل مستشفى او مريض او مرهق فانت تهتم في اهم اشيء ندير بالك من الوساوس او الافكار اللي ممكن توصلك لمرحلة الاكتئاب برج الثور طبعا قبل ما نبلش في برج الثور انا مقدر انه برج الثور مضغوط كثير انا شرحت بالامس قلت انه الشمس موجوده في بيت المتاعب وراح اتضلها ضغطة في بداية الشهر برضو في توقعات الشهر انا حكيت انه ثور هذا اضعف الشهور اللي راح اتمر عليهم خلال هذا خلال هذا العام الى غاية وصول كل شخص لعيد ميلاده انا مقدر هذا الموضوع وحكيت عن هذا الموضوع وبعرف هذا الموضوع فعشان هيك انا لما اعطيك بعض الطمأنينة في توقعاتي ما بعطيك اياها بس مجرد لاني بدي اجاملك ما انا بحكي لك اذا في اشي سلبي بذكور لك اياها فعشان هيك انت حاول انك تأخذ الايجابيات من الموضوع تحاول انك انت تستغلها على اساس انك انت تستفيد منها وحاول انك تحذر من السلبيات بالنسبة لليوم طبعا القمر مازال موجود في الجدي بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة في ناس بقولك ما احنا قاعدين والسفر وين السفر السفر يا عمي مش مقصود انا في الما بقدر الغيها فممكن تهتم بمعاملات اوراق سفر اوراق حكومية اللي علاقة بالاقامة مواضيع مراسلات ممكن عشان سفر مستقبلي كنت موقع وكنت بدك تسافر وتأجل سفرك فممكن تراسلهم عشان تشوف انت تأجيل هذا شو هو هذا هو معنى الاهتمام بالسفر بتشعروا كمان اليوم بقوة العاطفة وتجاوب احبائكم معكم ممكن تتحرك في اتجاه معين خصوصا للاشخاص اللي على رأس عملهم اي روجوا لعملهم او تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها ممكن يكون هناك نجاح وحظ في حياتك العاطفية والعائلية اما بالنسبة للبيت الاول فالبيت الاول اجمالا رح يدعمك اليوم شوي صحيح انه في زاوية التربيع قائمة الان ما بين اورانوس وما بين برج الجدي فعشان هيك احنا منقول انه على المستوى النفسي شوي الموليد العشرية الاولى هم اكثر الناس المضغوطين من هاي الزاوية فعشان هيك منقول انه هم الوحيدين اللي نفسيتهم رح تكون مضغوطة وتعبنين ومن هالحكيات ولكن باقي موليد برج الثور العشرة الثانية من البرج والعشرة الثالثة من البرج اللي هي اخر عشرين يوم من البرج هذول اشخاص رح تكون نفسيتهم احسن رح يكون عندهم مشحونين بطاقة بقدروا ينجزوا كثير من الاعمال المكلة لهم نفسيتكم بتكون احسن بكثير اما بالنسبة للبيت الثاني فهو بدعمك على المستوى المالي لانه الجوزاء فارغ من اي تأثيرات سلبية فعشان هيك يعني مش مشكل اي زوايا لنعتبرها زوايا خطرة الا هي زوايا نفس البرج الجوزاء عملها مع الحوت فعشان هيك ممكن البعض يكون عنده نفقات اكثر من الاموال اللي جايته يعني بصرف اكثر ما بيجي فحاولوا تقللوا من مصاريفكم هذا الامر بدعمكم بشكل جيد اذا قللتم من المصاريف في بعض كورة رح يحصل على بعض الدعم او المساعدات اما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم ضعيف ما فيه اي شيء فكري بالعكس يعني اليوم انت مشتت فكريا عصابك شوي متوترة ما زال التشاؤم او الافكار او الهواجس مسيطرة عليك اكثر حاول انك تطلع من هذا الجو حاول تشحن حالك بطاقة وتمشي وتتحرك بالاتجاه اللي ممكن يجيب لك يا تفاول يا اما انك انت تختلط بالمجتمع عشان تتهرب من الوضع اللي انت موجود فيه اما بالنسبة للبيت الرابع البيت الرابع اجمالا يعني روتيني على مستوى البيت بتتعامل بوضع روتيني ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي فعشان هيك على طبيعتك انت بتتعامل مع البيت صحيح انه فيه فترات خلال هذا النهار رح تكون ايجابية ممكن يكون فيه لمع عائلية او اجتماع عائلي او خبر يسعدك العلاقة في البيت او لأحد افراد العائلة ممكن يجيك ولكن انه اجمالا باقي اليوم كله روتيني اما بالنسبة للبيت الخامس البيت الخامس اليوم جيد يعني ممكن اليوم تتواصل مع الحبيب او الحبيب ممكن انه هو اللي يخفف عليك شوي او يمنطس من غضبك شوي او يحاول يشحنك بطاقة ايجابية تشعر من خلالها بتحسن بطاقة ايجابية براحة اكثر وممكن برضو التواصل هذا يعني يكون نقلة نوعية في طبيعة العلاقة اما بالنسبة الى البيت السادس البيت السادس يعني تقدر تنجز بعض الاعمال الموكللة اليك ولكن طبيعة التخوفات الي موجودة عندك او عدم الرغبة بالعمل ممكن يعمل نوع من انواع التقصير على مستوى العمل فعشان هيك يحاول انك انت ما تقصر بعمالك انجز الاعمال الموكلة اليك وما تخليها تتراكم عشان انه انت ترتاح من هذا الباب في منكو ممكن يشعر ببعض التعب الصحي او بعض التقلبات الصحية ما في ذاعي للخوف يعني كلها هي يوم وان شاء الله الامور كلها يعني بتروح للاتجاه الصحيح بتشحن حالك بطاقة اكثر اما بالنسبة الى بيتك السابع يعني بيتك السابع اجمالا هادي ما فيها المشاكل اللي نخوف منها او نخاف منها خلال فترة هاي الا اذا طبيعة العلاقة هي اللي كانت صعبة ولكن اجمالا هذا البيت ما في اي زوايا بتيجي مع العقرب اللي احنا نقول والله هاي زوايا سلبية جدا وممكن انه تسبب اشياء مثلا اه اه ضر ببيت الشراك المالي والعاطفي اما بالنسبة لبيتك الثامن بيتك الثامن اه جيد يعني ممكن تحصل بعض الامور اللي لها علاقة في الاموال وخصوصا انه القوس اللي هو بيتك الثامن عامل يعني بيته البيت الحظ تبعه كامل اللي هو الحمل موجود في الشمس اه صحيح انه هي عمل زاوية وهي منتحس اليوم ولكن برضو على المقابل تعطي بعض الفرص المفاجئة لبعض الاشخاص اه ممكن حصاد للفترة الماضية ممكن يجي نوع من انواع الدعم ممكن انه كانوا مطالبين بامور اللي هي علاقة باموال او بدعم مالي او مساعدات او اشياء من هذا القبيل فاليوم يكون فيه جواب على هذه المسألة وممكن يكون فيه خير من ورا هذا الموضوع اما بالنسبة لبيتك التاسع يعني بيتك التاسع اجمالا اه رائع لا فيه اي شيء سلبي مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات ولكن انه اهم اشي انك انت تمسك حالك من تسلط فرض الرأي او انك تتحكم بالاشخاص اللي حواليك وخصوصا انه الزاوية هاي جاء موجودة في بيتك التاسع بين الجدي اللي هو بلوتو اساسا اللي موجود في العشرية الاخيرة فهذا التأثير على اخر عشر ايام من موليد برج الجدي هم هدولة اللي شوي عندهم حدية في الطباع وبدهم يسيطروا او يفرض رأيهم او يغيروا من شخصية الاشخاص الموجودة امامهم او يتحكموا في القرارات ويتفردوا فيها هدولة ممكن يصير عندهم نوع من انواع الحدية او السلبية في هذا البيت اما بالنسبة لبيتك العاشر يعني بيتك العاشر اجمالا جيد فبدعمك شوي على مستوى الاشخاص اللي على رأس عملهم ممكن ينجزوا عملهم بشكل جيد خلال هذا النهار وممكن يصير فيه نوع من انواع التعاون ما بينهم بين زميل او رئيسهم في العمل اما بالنسبة لبيتك 11 فهو روتيني تماما ما فيه اي شيء بدعم العلاقة ما بينك وبين الاصدقاء وممكن تتعامل مع اصدقائك بالطريقة اللي انت معتاد عليها او على حسب طبيعتك الاجتماعية اما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فهو انا بنقول لك انه بدك تحذر من بيت المتاعب شوي لانه الحمل والشمس منتحس فيه فعشان هيك بدك تدير بالك اليوم من بعض الاعراض الجانبية الصحية اللي ممكن تظهرها الساحة فعشان هيك اليوم حاول تنجز الاشي الضروري من اعمالك حاول تأخذ قصد كافي من الراحة حاول انك انت برضو ما تندفع كثير ما تتهور ما تغامر وانتبه لصحتك برج الجوزاء طبعا في بعض الاشخاص او الاصدقاء ذكروا انه برج الجوزاء تعبان او برج الجوزاء منهك شو سبب الوضع الصحي عندهم اعطينا صورة عن الوضع الصحي شو سبب التعب او الاعياء او المرض اللي موجود عندهم انا راح احكي لكم ليش اول اشي الشمس بدأت تتحرك الان باتجاه بيت متاعبكم لاستور وانتو مقبلين على شهر انا حكيت في توقعاتكم انه من ابتداء من عشرين الشهر بيبلش الوضع ضاغط عليكم لمدة شهر كامل فعشان هيك انا لما حكيت هاي التوقعات في اشخاص هاجمتني انه يعني انت ليش بتحكيها الحكي عمي هذا اشي مفروغ منه الشمس لما تكون موجودي في بيت المتاعب اللي هو البرج اللي قبلك اللي هو الثور ومقابلك في البيت السادس والسابع والثامن بتكون اضعف الاوقات دائما لأي برج مش للجوزة يعني برضو السرطان بعد ما يوصل الشمس لعندك وصير عيد ميلادك بتلاقي السرطان تعب السرطان وصلته الشمس صار عيد ميلاده بتلاقي الاسد تعب فهاي دورة فلكية معروفة انه دايما البيت المتاعب اللي هو البيت اتناعش والسادس والسابع والثامن هدولة اضعف دائما بكون اكثر ضغط وبضعف من طاقة الشخص لدرجة انه بكل اشي بصير عكسه انتو الآن يعني الشمس بدأت تتحرك من الحمل بدأت تدخل على الثور يعني باتجاه الثور فعشان هيك تلقائيا بتكون تشعروا بالتعب اتنين اول عشرية من برج الجوزة بتحس باكثر تعب خلال يومين هدول ليش لانه الزاوية اللي حكينا عنها اللي موجودة في برج الثور اللي هي مع اورانوس اللي موجود في العشرية الاولى هاد يعتبر بيت متاعب العشرية الاولى من الجوزة فعشان هيك اول عشرية الجوزة هدولة اول عشر تيام من الجوزة هدولة اكثر ناس رح يكونوا حاسين بالتعب الصحي او توعكات الصحية او التقلبات الصحية المفاجئة بصير عندهم نوع من الوساز والاوهام والمخاطر والشغلات من هذا القبيل فعشان هي الامر يعني بده بس حسابات طيب خلصنا من هذا الموضوع منيجي هسا للاشي الثاني ايش اللي بصير برضو كمان بيأثر علينا منيجي منشوف البيت السادس ايش هو ماشي ونقول جوزاء سرطان اسد عضراء ميزان عقرب العقرب العقرب في ايش بيأثر عليه سلبي لو جينا اطلعنا على الدائرة الفلكية تبعته ما في ايش سلبي يعني الا الضغط اللي موجود في الحوت اللي هو بيته الخامس موجود في البيت الثالث فمعناته بده يعمل عنده هو اشياء لها علاقة بالتقلبات العصبية شد عضل توتر عصبي الام معدي الام شد ظهر صداع شعور بالغثيان هاي الاشياء اللي ممكن انه يحس فيها الجوزاء من البيت السادس طيب البيت السابع الو ماشي البيت الثامن لا الو بايكو انت وصلتوا لثامن طب مدام انت كان ضاغط عندك وهو موجود بالعقرب وبعدين صار موجود بالقوس وبعدين صار موجود بالجدي فهو اخر ضغط يعني بكرة بصير في الدلو انت رح ترتاح بس اصبر هاليوم بتعيدوا اليوم تنظيم اموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة سارع من تهدئة الاجواء هاي فترة مناسبة للاطلاع على اراء الغير بتتلقى مساعدة او تعاطف عليك ان تتحلى بالليونة والتفكير الموضوعي ماشي اما بالنسبة للبيت الاول البيت الاول يعني حكينا انه انت بالنسبة اليك كجوزاء موليد العشرية الاولى من الجوزاء هم اكثر ناس مضغوطين العشريتين الثانيات يعني امورهم اخف شوي فبلاقي انه في عندهم نوع من انواع التوازن اليوم مش حنين بطاقة كثيرة الا العشرية الاولى هم اللي بكون عندهم نوع من انواع التقلب في المزاج والعصبية والحدية اما بالنسبة للبيت الثاني بنشوف انه الامور يعني شيئا ما جيدة لانه السرطان تقريبا اموره هادية صحيح القمر موجود في بيت شراكته فعشان هيك شوي هو طاقتك للسعي لو امور مالية ضعيفة فعشان هيك بنحكي انه بتزيد عندك النفقات في هذه الايام والمتطلبات المالية اكثر من الاشي القادم عليك اما بالنسبة للبيت الثالث فمنشوف احنا بنجي على الاسد الاسد بيت الصحة بيت الصحة تبعه يعني هو موجود في بيت الصحة تبعه البيت السادس فمتعبه فعشان هيك انت اليوم ما عندك قدرة حكيمة على التعامل مع الغير بتلاقي انه حديت الطباع موجودة عندك العصبية موجودة عندك ردات الفعل العصبية عالية جدا ممكن انت اليوم تحاول انك تفرض سلطتك او رأيك وخصوصا انه بنرجع احنا انه الحمل هو اللي بتأثر عليك سلبيا على العشرية الاولى فمنجدهم هم اكثر تسلط وهم اكثر عنادي وهم اللي بيحاولوا انهم اليوم يعني ينفجروا بالاشخاص اللي حواليهم عند اي تصرف ممكن يتحسسوا منه فبدهم يمسكوا عصابهم قدر الامكان اما بالنسبة لبيتك الرابع فنطلع احنا بيت الرابع معناته الميزان الميزان للبيت الرابع عمل تربيع معناته الضغط الاكبر رح يكون على مستوى البيت الحدية رح تكون على مستوى البيت ممكن يصير مشاكل ما بينك انت وبين احد افراد العائلة فلازم انك انت تمسك اعصابك لازم يكون فيه نوع من انواع الايجابية في التعامل مع الاعضاء البيت لازم يكون فيه نوع من انواع التوازن ما في داعي للغضب ممكن يحدث بعض الاعطال المنزلية تهتم فيها او ممكن انه يصير اهتمام في مشتريات او تصليحات او ترتيبات او نوع من انواع المساعدة باحد افراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس البيت الخامس ايجابي بدعمك بشكل قوي جدا ما فيه اي خوف لانه انت بتحكي عن بيت الحد والعاطفة فعشان هيك رح تحس الامور ايجابية ودعميتك بقوة خلال هذا النهار ممكن انه يكون في نوع من انواع التواصل او التعاطف ما بينك وبين الحبيب اما بالنسبة للبيت السادس هذا بيت الصحة بيت الصحة هنا منشوف انه هو ضعيف اليوم فعشان هيك منقولك انه بيحدث بعض التقلبات الصحية وبراكم بعض الاعمال عليك فعشان هيك حاول انك تنجز بعض الاعمال الضرورية وتحاول انك انتي تهتم بصحتك اما بالنسبة لبيتك السابع بيتك السابع برضو بضغط على مستوى الشراكي فعشان هيك بدك تحاول انك انت تتعامل مع الشريك اليوم بطريقة سلسة ومرنة بدون الانفعال وبدون الانفجار بالشريك يعني حاول انك انت تمتص غضبك وما تحاول تنفع الكثير وحاول انك انت تتأقلم وتتواصل مع الشريك بطريقة عقلانية اما بالنسبة لبيتك الثامن كما ذكرنا في بداية التوقعات اما بالنسبة لبيتك التاسع يعني بدعمك شوي على امور الى علاقة بالاتصالات الخارجية او تواصل مع اشخاص خارج البلاد ممكن لتفقدهم الى اشخاص اللي عندهم دراسة او امتحانات خصوصا للجامعية هدو لا بقدروا يهتموا بدراستهم بشكل جيد يحضروا بشكل جيد وبرضو ممكن تهتم انت باوراق قانونية او معاملات قانونية او الها علاقة اوراق الها علاقة بالسفر او ممكن التواصل مع مؤسسات تعليمية او مؤسسات خارج البلاد اما بالنسبة لبيت العاشر فبيت السمعة منحكي لك شوي بدك تحاول انك انت ما تخالف القوانين خلال هذا النهار ما تدخل باشياء مشبوهة حاول انك انت تمسك حالك الاشخاص اللي على رأس عملهم ممكن يكون لهم نوع من انواع التعاون ما بينهم وبين زملائهم في العمل وانجاز كثير من المهام اللي توكل لهم خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيتك 11 بيتك 11 بدعمك بقوة فعشان هيك اليوم نشوف الامور ايجابية اكثر منشوف في عندك نوع من يعني من الرغبة بالتواصل مع احد الاصدقاء ولكن ممكن اللي هم وليد العشرية الاولى من الجوزاء انهم ينفعلوا بسبب تصرف او تدخل احد الاصدقاء في حياتهم او محاولتوا لفرض رأيه او محاولتوا لكشف بعض الاسرار او العيوب او يحاول ليفرض رأيه عليك فانتي ممكن تنفجر فيه اما بالنسبة لبيت المتاعب يعني بيت المتاعب شيئا ما امن اليوم فعشان هيك بيخفف عليك كثير من الاعباء فممكن اليوم انك تنجز بعض يعني تقسم عندك قدرة على تقسيم المهام اللي عندك فانت تقول هذا الاشي مهم وهذا اهم فانت بتروح تنجز الاعمال المهمة جدا وبتقسم مواجباتك بتعرف كيف تفصل انت بالنسبة للاعمال بهمك انك تنجز الاشي المهم اليوم وفي منك راح يهتم بوضع صحي او تقلبات صحية ممكن تظهر على الساحة ارجو انه اليوم انا ميزتكو في شرح توقعات وعلمتكو كيف انا بطلع توقعات اليومية يعني الامر مش سهل الامر معقد وكثير بدو دراسة وبرضو عشان انتو تستفيدوا وعشان انا اجاوبكو عن سؤالكو برج السرطان طبعا القمر موجود مقابلكم مباشرة فعشان هيك شوي ممكن طاقتكم تكون ضعيفة باتجاه ولكن تدعمكو باتجاه الشراكة حاول انك ما تجهد حالك كثير وحاول انك انت تراقب وضعك الصحي يوم مناسب هو لتعزيز الشراكات سواء في مجال العمل او العاطفة بوسعكم اتمام مسائل الى العلاقة اما بامور الى العلاقة الخطبة او التفاوض في هذا الموضوع او على توقيع عقد تجاري ولكن انتبه لفترات خلوة المسار انه ما يكون توقيعك في فترة خلوة المسار اللي هي من مساء مش من بعد الحلقة يعني مساء الغد بمعنى اخر هاي فترة فيها نوع من انواع سلبية زي ما حكينا وضغطة ما بنفعك فيها سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لبعض المضايقات او بعض الخلافات اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف انه البيت الاول اليوم يعني اجمالا اللي هو بيت الشخصية ضعيف في الطاقة مشحون بشوي من العصبية والحدية في عندك نوع من انواع الاوهام او الهواجس اللي بتخطر على راسك يعني بتحاول انك اليوم يعني تشحن حالك بطاقة ولكن انه انت حابب الاسترخاء اكثر رغم انه الطبيعة اللي حواليك ضغطيتك بالمسؤوليات ولكن يا بتتمنى انك انت تأخذ قصة من الراحة اليوم اما بالنسبة للبيت الثاني فعلى مستوى الامور المالية فانا بقولك انه يعني مش هالقوة الكبيرة اليوم يعني بعضكو الاشخاص اللي على رأس عملهم هم اللي ممكن اليوم يحصلوا بعض الدعم المالي او بعض الفرص المالية اما باقي موليد السرطان ممكن يكون عندهم بس مصريف والتزامات اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف البيت الثالث اليوم يعني جيد شيئا ما ما بدنا نقول قوي ولكن انه برضو انت مشحون بسلبية عالية جدا اليوم فممكن اليوم انت تحاول تفرض رأيك على شخص معين او تحاول تتحكم فيه او تتدخل فيه شؤون حياته فهذا يرجع عليك بمشكلة كبيرة حاول انك انت ما تتدخلش في هاي الامور ما تحاول انك انت تفرض رأيك حتى لو بالنقاشات الحدي حاول انك تمسك عصابك قدر الامكان اركز في همومك ومشاكلك اكثر من مشاكل الغير حاول انك انت اليوم تشحن حالك بطاقة ايجابية كبيرة وبدك تدير بالك من الاصابات اثناء الحركة والتنقلات في منكو رح يحث ابنائهم على الدراسة ولكن رح يكون عصبي في طريقة الحث عشان هيك بدك تسيطر على حالك قدر الامكان من العصبية اما بالنسبة لبيتك الرابع يعني بيتك الرابع جيد جدا يعني الامور مستقرة داخل البيت في نوع من انواع التفاهم او التأقلم او التفاهم العالي جدا على مستوى البيت ممكن يصير نوع من انواع التلاقي ما بينك وبين احد افراد العائلة ممكن تهتم في مشتريات او امور الها علاقة بالصيانة او الترتيب او بعض المشاغل المنزلية اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف البيت الخامس اليوم اكثر ايجابية من اليوم الماضي فاليوم ممكن يصير فيه نوع من انواع التلاقي ما بينك وبين الحبيب او ممكن اما من خلال اتصال يصير فيه تقارب عاطفي اكثر نوع من انواع الاهتمام او نوع من انواع تفريغ الضغط اللي موجود هي كشكوية او نوع من انواع الضغط اللي موجود عليك وتحاول انك تخلي الشريك يساعدك فيه او يواسيك في الموضوع ولكن بدك تحذر اذا كان الطالع او برج الشريك برج مش متحمل الامور هاي بدك تدير بالك من هاد الامور انه يصنع نوع من انواع الخلاف هذا الاشي او امتعاضش الحبيب من شكوتك انك انت بتظلك تتشكوا فحاول انك انت ما توصلش للمرحلة هاي وتشوف برج الحبيب قبل ما توصل للمرحلة هاي اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف البيت السادس اجمالا اليوم جيد يعني ممكن يساعدك في انجاز بعض الاعمال المهمة او ضرورية ولكن انه الوضع الصحي شوي بده نوع من انواع الرقابة عندك حاول انك انت تهتم بوضعك الصحي وانجز الشيء الضروري فقط من اعمالك اما بالنسبة لبيتك السابع فهو كما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك الثامن يعني البعض ممكن اليوم يشعر في بعض الرسائل او المبشرات لنوع من انواع الدعم المالي الخارجي او المساعدات او بعض الامور اللي ممكن تجي على شكل هدية او مستردات يعني اليك اموال انت او تطلب اموال كقرض او دين اليوم تجيك موافقة عليه او يجيك ردية بانه الشخص هذا بده موافق على دعمك اما بالنسبة لبيت التاسع فاليوم اجمالا جيد جدا على مستوى الاتصالات الخارجية والتواصل مع اشخاص خارج البلاد وممكن الاهتمام باوراق قانونية او على مستوى تراسل مع مؤسسات تعليمية خارجية او داخلية او الاهتمام بالدراسة الجامعية يعني زي اللي بده يدرس لغة او بده يدرس مادة معينة او بتواصل مع جامعته او مع اشخاص لاجل انه يدعم حاله بشكل اقوى على المستوى الدراسي اما بالنسبة لبيت العاشر فانا شايف البيت العاشر شوي رح يكون فيه نوع من انواعي الحدية فعشان هيكي بنقول لك اليوم حاول ما تعمل اذا كنت عرأس عملك ما تحاول تعمل خلافات مع زملائك بالعمل او رؤسائك بالعمل او تمتعض او تقدم شكاوي او نرفزه على الضغط اللي ممكن يتوجه عليك حاول انك انت تمسك حالك قدر الامكان تتجاوز هاي الصعوبة وبرو الاشخاص التانين اللي مش عرأس عملهم يحاولوا انهم ما يخلفوا القوانين ما يحاولوا يدخلوا باشياء مشبوهة على اساس انه هذا بيت السمعة يعني ما في داعي لتشويه سمعتك خلال هذا النهار من اي عمل اما بالنسبة لبيتك 11 يعني بنشوف انه علاقتك تقريبا بدنا نحكي انه في نوع من انواع التواصل مع بعض الاصدقاء او بعض المعارف ممكن هدول الاشخاص شوي يساعدوك في مسألة معينة او يدعموك في مسألة معينة ممكن يصير فيه تلاقي على اتجاه معين يعني بدعمك بشكل قوي او بشكل رائع خلال هذا النهار باتجاه معين فحاول قدر الامكان انك تدعم هاي العلاقة وحاول برضو انك انت تخلي فيه نوع من انواع التوازن ما بينك وبين اصدقائك فيه منكو ممكن يتلقى اتصال غريب عجيب من صديق لو فترة ما اتصل فيه او ممكن هو يخطر على بالك انت انك تتصل فيه شخص معين مما لاستشارته او لاطمئنان عليه اما بالنسبة لبيت المتاعب فبيت المتاعب يعني بدنا نقول انه مش خطير كثير ومش مريح كثير ولكن انه برضو بما انه القمر موجود مقابلك مباشرة وبيت المتاعب عندك الجوزاء تعبان يعني هم نفسهم بقولك احنا اشخاص تعبانين فاعرف تلقائيا انه انت راح تشعر بضغط كبير على بيت المتاعب عشان هيك بنقولك انجز حاول انك تنجز الاعمال الضرورية حاول انك تخلد للراحة حاول انك تراقب تغذيتك اعشابك فيتاميناتك تاخذ قصد كافي من الراحة برج الاسد انجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في انجازه يعني ما تتعب حالكو كثير انتبهوا لاغذائكم وراحتكم بدك تكون متيقض ومنظم وبدك تحسن ادارة عملك وحاذر من الجدال مع المعاونين وما تهمل صحتك ما تأجل ولا تماطل عملك حتى لو اضطريت للعمل لساعات اضافية طبعا احنا عارفين انه هسا الفترة هاي القمر موجود في البيت السادس اللي هو بيت صحة وبيت العمل فعشان هيك بحس الاسد بالفترة هاي انه صحته بلشت يتراجع او بلش يصير عنده بعض الاضطرابات الصحية او بعض التعب والوهن ليش؟ لانه الان القمر صار موجود في المنازل المقابلة لا اله يعني السادس سابع ثامن هدولا اكثر ثلاث ابراج يعني بالمقابل ومقابله بتعبوه غير وجود القمر في السرطان اللي بتعبوه يعني هن اربع بيوت اكثر اشي بكون المتعبات دائما لأي برج اللي هم ثلاث المقابلات لا اله والرابع اللي هو اللي بكون البرج اللي قابله فاي تحرك دائما للقمر او لأي كواكب لما تتواجد في هاي المنازل دائما بتكون متعبة لهذا الشخص او لهذا البرج يعني الاسد الان القمر صار في البيت السادس لا اله يعني بلش في مراحل المقابلة لا اله فعشان هيك من المتوقع انه بعض موليد برج الاسد يشعروا في بعض التعب الصحي او الارهاق او عدم الرغبة بالحركة او انه طاقتهم ضعفة تماما بدهم يكونوا من تبهين من هاي النقاط اما بالنسبة للبيت الاول البيت الاول اجمالا ما رح يكون قوي جدا بالسبب انه اللي حكنا انه القمر في البيت السادس فعشان هيك بيحسوا انه اليوم طاقتهم ضعيفة على الاخر فمنهم رح يكون متقلب المزاج ومنهم رح يكون متشائم ومنهم رح يكون عصبي وحساس زيادة عن اللزوم ممكن يتفشش ويغضب من اي تصرف فعشان هيك بدكوا تمسكوا حالكوا قدر الامكان من الانفعال ومن الغضب ومن ردات الفعل السريعة اما بالنسبة للبيت الثاني فتلقائيا لما نيجي نحكي البيت الثاني اللي هو العذراء ايش مقابله اه معناته العذراء بما انه العذراء وحكينا انه البيت الخامس لالو الجدي القمر موجود فيه معناته بدعمه بشكل قوي جدا معناته الوضع المالي اجمالا اليوم لاي واحد بسعى لأمور مالية او لتحصيل مائلي او بشتغل عرأس عمله ما يتيجوا تقولوا احنا قاعدين في البيت فيه ناس بتشتغل وفيه ناس قاعدة في البيت فانا بحكي عن الجزئين الاشخاص اللي بتطلع على عملها وبتروح على عملها هدول اشخاص رح يستفيدوا رح يكون في عندهم بعض الفائدة خلال هذا النهار ممكن يستفيدوا اما من عمل اضافي او من صفقات تجارية او من تسقيق او استرداد لبعض الرواتب لالهم او ممكن تجيهم بعض المساعدات او نوع من انواع الدعم صحيح انه يعني مش هالقوة في الموضوع ولكن انه في اغلبية من موليد برج الاسد رح يصير عندهم هذا الموضوع اما الاشخاص اللي يعدي في البيت فهدولا بكون عليهم بعض الحركة المالية اللي هي المطالبات يعني مساعدات طلب مساعدات اشياء من هذا القبيل ممكن انه تكون ناجحة معهم اهم اشي انهم يقللوا من المصاريف بما انه تواجد بيت المال مع يعني بيتك السابع شوي ممكن انه يزيد من المصاريف شوي اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف البيت الثالث بالنسبة للك يعني اجمالا رح يكون في نوع من انواع الذبذب اليوم فممكن يوترك او يخلق لك بعض العصبية او ردات الفعل العصبية فعشان هيك يبدك تدير بالك خلال هذا النهار من اي رد فعل عصبي او العصبية او ممكن يكون عندك رغبة بالحركة السريعة للتفشيش يعني زي مثلا اللي بس ينضغطوا بروحوا برقصوا بنضغطوا بعصبوا بطلعوا بالسيارة بس عشان يمشوا او بطلعوا بيمشوا مسافات طويلة يعني بحاول انه يفرغ دائما بالجهد انه بتعب حاله عشان يفرغ الغضب طاقت الغضب اللي موجودة عنده او يكسر اشي او يكسر اجزاز او من هذا القبيل هاي اليوم بتكون عالية نسبتها موجودة عند الاشخاص لا الاصراخ او للرفع الصوت او للعصبية او الاشياء هاي بتكون تحاولوا تمسكوا حالكوا عشان ما تعرضوا حالكوا للاصابات وفي نفس اللحظة بتكون تشحنوا حالكوا بطاقة ايجابية على اساس انه ما تخلوا هاي موجودة الغضب انها تسيطر عليكم خلال هذا النهار حاول قدر الامكان انه انت تعمل نوع من انواع التوازن اثناء نقاشاتك واثناء علاقاتك اللي عندهم امتحان خصوصا المراحل الابتدائية اللي بتيجي عن طريق زي عنا مثلا في الاردن هدولا بدهم يركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحض وما في داعي للتسرع اما بالنسبة للبيت الرابع البيت الرابع اجمالا يعني شوي بيعمل نوع من انواع التوازن فعشان هيك منقول لك انه اليوم على مستوى البيت خصوصا العشرية الاولى بدهم يديروا بالهم من ردات الفعل العصبية ومن الغضب اللي ممكن يصير على البيت او يحدث على اهل البيت فحاول قدر الامكان انك ما تنفعله ما تعصب وما تعمل مشاحنات امسك نفسك وخلي فيه نوع من انواع خليها تيجي عليك المرة هاي على اساس انه يعني كيف تيجي عليك بمعنى اخر يعني اتحمل انت بتظلك الكبير والعاقل بمعنى اخر اللي ممكن يتحمل كل هاي الشدائد وكرمال انه ما يصير مشاكل اما بالنسبة للبيت الخامس مع الرابع فانا شايف انه يعني ممكن بعض العطال المنزلية الاوهتمام في بعض المشتريات او المسائل المالية والاهتمام باحد افراد العائلة وممكن بعضكو يهتم بشأن ابن من ابنائه اما بالنسبة للبيت الخامس كعاطف يعني فبنشوف انه يعني في نسبة للتواصل مع الحبيب او التوازن او التفريغ الشحن اللي موجود معك امام الحبيب نوع من انواع يعني الايجابية انه انت بدك تفضفض فتفضفض للحبيب بطريقة تطلع الهم اللي موجود عندك ايجابية اليوم ممكن يصير فيه هذا الاشي موجود ولكن قبل ما تعمل هاي الخطوة لازم تشوف طالع البرج الحبيب اذا كان هو اساسا باستقبل هذا الامور يعني اذا قلت ايجابي برجه الخامس بيته الخامس معناته بادر بهذا النقطة اذا شفت انه سلبي اعرف انه الحبيب ما رح يستحملك وممكن يصير فيه نوع من انواع التذمر منه على فضفضتك اما بالنسبة لبيت السادس فانا شايف انه يعني اجمالا مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات دك تهتم لوضعك الصحي اما بالنسبة للبيت السابع ففارغ تماما ما فيه اي تأثيرات لا ايجابية ولا سلبية على المستوى الشراكي ولكن انه ممكن انه تبادر بعض المبادرات هيك اللي تخلق نوع من انواع الحدية في التعامل او بالنقاش ما بينك وبين شريك المال او العاطفة اما بالنسبة للبيت الثامن البيت الثامن يعني شوي بعطيك نوع من انواع الحدية فعشان هيك اليوم فيه منكم ممكن يتفشش بمصاريف او بدي يصرف او بدي يشتري اشياء حتى لو هو مش بحاجتها بيحاول انه يشغل حاله باي شيء مهما كان حاول انك انت تركز بشكل جيد الفترة هاي ما فيه داعي للمصاريف حاول انك تتجه باتجاه الفوترة او ترتيب اوراقك او ترتيب الديون اللي عليك بيكون افضل اما بالنسبة للبيت التاسع فعندكم نشاط عالي جدا بالاتصالات الخارجية او تواصل مع اشخاص خارج البلاد فيه منكم ممكن يهتم بالبحث عن امور او في بحث في امور اللي علاقة بالدين او بالسياسة او ببعض العلوم او بالاشياء الفلسفية يعني نوع من انواع الاهتمامات فيه منكم ممكن يتجاه دراسة لغة او تواصل مع اشخاص خارج البلاد او تواصل مع المؤسسات تعليمية وفيه منكم ممكن يهتم باوراق قانونية اما بالنسبة لالاشخاص اللي عندهم امتحانات فاليوم وضعهم خصوصا المراحل الجامعية وضعهم جيد بالدراسة وبل امتحانات اما بالنسبة لبيت العاشر البيت العاشر يعني شوي نقول لك تدير بالك من المجازفات او المغامرات خلال الفترة هاي ما فيه داعي انك تغامر او تشوه سمعتك يعني بدك تتجه باتجاه انه انت تحافظ على سمعتك قدر الامكان اما بالنسبة لبيتك 11 فهو يعني ممكن تتلقى اتصال غريب عجيب اليوم من بعض الاشخاص او من شخص معين تتفاجأ يعني ايش ذكروا فيه هذا الشخص صغير عليه اليوم ممكن بده حاجة او مساعدة او نوع من انواع الاطمئنان يعني ما رح يكون هالاشي لمصلحتك انت فهو رح يكون لمصلحته هو اما بالنسبة لبيت المتاعب فانا بقولك بيت المتاعب رح يكون ضاغط بما انه القمر موجود في البيت السادس فهو مقابل السادس فعشان هيك ما نقولك بدك تدير بالك بشكل كبير اليوم حاول انك انت تنجز الاعمال الضرورية المهمة ما تحاول انك انت يعني تشتت حالك باكثر من عمل لانك ما رح تقدر تنجز اشي وفي نفس اللحظة بدك تراقب وضعك الصحي بدك تاخذ قصد كافي من الراحة وبدك انت يعني تعمل نوع من انواع التوازن خلال هذا النهر برج العدراء طبعا اليوم الثاني بتشتد رغبتكم بتقرب من احبائكم وتعزز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم بتنفرج اساريرك وبتعيش لحظة سعيدة نسبيا فترة ايجابية ومناسبة لطرح الافكار والارتباط وبرضو ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والاحباء حاول انك انت تصحح الاقطاء ممكن اليوم تبادر بالمصالحة مع الحبيب او نوع من انواع التقارب مرة اخرى لانك بالفترة الماضية كان فيه نوع من انواع الفجوي ما بينك وبينه اما بالنسبة للبيت الاول فشايف البيت الاول اليوم نفسيتك احسن مشحون بطاقة يعني ايجابية بتساعدك على انجاز كثير من الاعمال ممكن تنشط فيه اكثر من اتجاه خلال هذا النهار او انجاز اكثر من عمل مع بعض اما بالنسبة للبيت الثاني فهو بيشجعك على المستوى المالي او بدعمك على المستوى المالي لكن انه بدك تحذر انه من زيادة النفاقات اكثر رح تكون من القادم من المال الا اذا دعمك الحظ في موضوع معين او في مسألة معينة ممكن تدعم موضعك من ناحية مالية اما بالنسبة للبيت الثالث فمنكو بنشط بالحركة والترويج وامور الها علاقة بالبحث او التسويق او امور تجارية وفي منكو رح ينشط فيه امور النقاش ورح يكون مقنع بشكل كبير اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف على مستوى البيت يعني مثل ما حكيت لك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والاحباء ممكن تهتم بامور امور الها علاقة في المنزل او امور بيتية او عقارية وممكن الها علاقة بالصياني او تامينات او اشياء من هذا القبيل في منكو رح يكون عنده دفع فلوس او مشتريات او متطلبات منزلية اما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس يعني جيد على مستوى العمل تقدر تنجز اليوم كثير من الاعمال الموكلة لا اليك وفي نفس اللحظة بتمشي على جدول اعمالك بشكل جيد في منكو ممكن بس يشتكي من بعض التوعكات او بعض الاضطرابات الصحية وخصوصا العشرية الاولى اللي هي اول عشر ايام من برج العذراء واخر عشر ايام من برج العذراء اما بالنسبة للعشرية الثانية فما في اي شيء ممكن يتعبهم صحيا الا اذا اشياء عابرة يعني اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف البيت السابع يعني اجمالا على مستوى الشراكي جيد يعني في نوع من انواع التفاهم اليوم او التأقلم او ممكن المبادرة لمصالحة او لتقارب ما بينك وبين الحبيب بتساعدك وبتساهم في كثير من الامور او بتحل كثير من المشاكل الموجودة حواليك اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف البيت الثامن برضو نفس الشيء بساعدك في كثير من المسائل وفي نفس اللحظة ممكن انك تحتد وتعصب من تصرف معين او رفض احد الاشخاص بمساعدتك فحاول قدر الامكان انك ما تغضب وما تعصب هاي امور اموال مشتركة يعني على حسب اوضاعهم وعلى حسب وضعهم ممكن انه يوافق او يرفض فانتي التمس العذار ما تحاول انك انتي تفرض رأيك على اللي حواليك او تنتقد اما في بعض الاشخاص منكو ممكن انه اليوم يبادر بامور يعني اما حصوله على دعم معين او نوع من انواع التسهيلات او قرض معين او مساعدة معينة اما بالنسبة الى بيتك التاسع فهو بدعمك بشكل ايجابي فعشان هيك اليوم تكثر عندك الاتصالات الخارجية او تجهيز اوراق قانونية او ممكن بحث او دراسة لغة جديدة او اهتمام بلغة جديدة اللي عنده امتحان او دراسة على المستوى الجامعي اليوم ببدع بشكل جيد وبكون عنده امور ممتازة اما بالنسبة لبيت العاشر فانا شايف على مستوى بيت السمعة دير بالك انك تشوه سمعتك باي تصرف بدك تحافظ على حالك ما تخالف القوانين ما تدخل بمواجهات مع الاشخاص يعني بدك تستقر قدر الامكان اليوم بدون مشاكل اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف جيد برضو على مستوى العلاقات وعلى مستوى الاتصالات ممكن اشخاص يساعدوك في مسألة معينة وممكن يجيك دعم من شخص معين ممكن انه بعض الاصدقاء انت تستشيرهم في مسألة فيشوروا عليك بشو الاجراءات اللي تعملها لانجاز عمل او مهمة معينة اما بالنسبة لبيت المتاعب فهنا بدك اقول لك انا بدك تدير بالك شوي يعني الامور مش مطمئن كثير حاول انك انت برضو ما ترهق حالك كثير انجز العمال الضرورية حاول تاخد قصد كافي من الراحة وبرضو في نفس اللحظة راقب غذائك وراقب ادويتك برج الميزان بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مساكنكم تجدوا تعاون من افراد العائلة ممكن تقلق بحول وضع عائلي او منزلي ممكن تظهر مشاكل شخصية اهمش انك ما تتهرب من المسئولية اتجاه العائلة الاجواء عدائية ومتوترة راعي وضعك الصحي طبعا بما انه القمر صار في البيت الرابع يعني تربيع معك يعني بعطيك ايجابيات ولكن برضو بعطيك سلبيات فعشان هيك الاهتمام كله اليوم رح يكون على مستوى البيت او مستوى العائلة او كل اشي العلاقة بالعقار او البيت او المنزل او لداخل المنزل او ما يحتويه المنزل هذا البيت الرابع اليوم اهتمامك كله رح يكون على هاي المسائل اكثر شيء اما بالنسبة لبيت الاول يعني شخصيتك اليوم او نفسيتك مش بالمرتاحة كثير في نوع من انواع التقلب اليوم في مزاجك موجود لاخر يوم طبعا لانه بكرة يعني في انتقاله رح تصير للقمر انتقاله هاي رح يكون في بيتك الخامس رح يمنحك طاقة كبيرة واشياء فيها حب وعاطفة فحاول قدر الامكان انك تمشي هذا اليوم باي طريقة على اساس انه انت ما تكون خسران نقطة من من الاشياء اللي جيتك في اليومين القادمات اما بالنسبة للبيت الثاني فهو يعني بيشجع على بعض الامور المالية ممكن تحصل بعض الاشياء المالية ولكن انه النفقات عندك بتكون زيادة في عندك مشتريات وعندك مستحقات خلال هذا النهار ممكن اشيء له علاقة في البيت او ممكن مشتريات منزلية او بعض الاشياء الضرورية وحتى ممكن الاشياء الغير ضرورية يعني تتفشش في المشترة في منكو ممكن يحصل على نوع من انواع الدعم خصوصا الاشخاص اللي عرأس عملهم ممكن يحصلوا على بعض الدعم المالي من عمل اضافي او ممكن نوع من انواع المساعدة او اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة للبيت الثالث فهو بدعمك على مستوى الحركة والنشاط وممكن اليوم انت تنشط باكثر من اتجاه ولكن في ساعات الظهر ممكن يغلب عليك النوع من انواع العصبية والحدية دك تمسك اعصابك قدر الامكان على اساس انك ما تعصب الامور بتنحل بدون عصبية وصحيح انت صعب انك تعصب ولكن اليوم ممكن يستفزك تصرف معين فثور وتعصب اللي عندهم امتحانات على المستوى الاساسي اللي هو ثانوي وابتدائي هذول ممكنين جزوا انجازات رائعة خلال هذا النهار ويكون فيه اشياء ايجابية يحققوها والحظ يكون حليفهم اما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات اما بالنسبة للبيت الخامس فهو شوي يعني مش بالقوة لانه تقريبا يعني ما في قوة في البيت الخامس ولا بكرة ان شاء الله بصير الوضع احسن يعني حاول انك انت اذا بدك تتواصل مع الحبيب خلي تواصلك روتيني بدون حززيات وبدون استفزازات وعصبية اما بالنسبة للبيت السادس فهو ضاغط عليك شوي اليوم عشان هيك ممكن يتراكم عليك بعض الاعمال او ممكن اعمالك هي اللي تلهيك عن مسؤولياتك العائلة حاول انك تعمل توازن ما بين الامرين ممكن تهتم بشأن صحي او بوضع صحي اليك او لا احد المقربين اما بالنسبة للبيت السابع فالبيت السابع يعني اجمالا ما نقول ايجابي يعني بدعمك على بعض المسائل ولكن انه برضو في المقابل بدك تكون حذر اه من اي خلاف او صدام ما بينك وبين شريك المال او شريك العاطفة اما بالنسبة لبيتك الثامن فهو روتيني تماما ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي فعشان هيك تتعامل مع الامر هذا على حسب طبيعتك ما فيه اي تأثيرات خارجية اما بالنسبة للبيت التاسع البيت التاسع جيد جدا بدعمك على مستوى الاتصالات الخارجية او اشخاص خارج البلاد او ممكن الاهتمام فيهم كصحتهم او الاطمانان عليهم وفيه منكم ممكن يهتم باوراق قانونية بتساعدوا للفترة القادمة وممكن برضو بعضكم يهتم بامور الهلاقة بدراسة لغة جديدة او التواصل او التراسل مع مؤسسة تعليمية او مؤسسة ثقافية او فكرية او ممكن برضو ينشط بلغة او بامتحانات جامعية كل هاي رح تكون ايجابية اما بالنسبة للبيت العاشر فانا شايف البيت العاشر ايجابي برضو بدعمك على مستوى السمعة يعني سمعتك جيد اليوم حافظ عليها ما تحاول انك انت تشوهها باي تصرف فيه منك وممكن ينشط على مستوى العمل خصوصا الاشخاص اللي على رأس عملهم ينشطوا في امور الهلاقة بالعمل يحققوا انجازات رائعة وممكن يصير فيه نوع من انواع التعاون ما بينهم وبين زميل بالعمل او رئيس بالعمل اما بالنسبة لبيت الصداقات فانا شايف انه ممكن بعض الاصدقاء يبادروا بمساعدتك في مسألة معينة او يدمو لك عرض لشيء انت كنت يعني بتتمنى فيه ممكن بعض الاصدقاء اليوم اللي زمان اللي هم اتصلوا فيك او ما صار اتصال بينك وبينهم اليوم تلاقيهم اتفقدوك او اتصلوا فيك نوع من انواع الاطمئنان او رعاية حاول قدر لامكانك تتواصل معهم بالمثل واذا اليك حاجة او طلب عن صديق ممكن اليوم تستغله اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد بدعمك بشكل جيد فعشان هيك ما فيه خوف من بيت المتاعب خلال هذا النهار بالعكس الامور ان شاء الله مدعومة بقوة وبتساعدك في اشياء كثيرة حاول انك تنجز الاعمال الضرورية وما تخلي الاعمال تتراكم عندك مثل ما حكينا في بداية توقعات راقب وضعك الصحي وبرضو في نفس اللحظة يعني خلي فيه نوع من انواع الاهتمام بحالك اكثر وفيه منكم ممكن يهتم اما بصحته او بصحة شخص عزيز عليه برج العقرب طبعا بتنشطوا لليوم الثاني في امور العلاقة بالسفر او باشخاص خارج البلد او في اشيه علاقة باوراق ممكن اوراق قانونية او اقامة او اشياء من هذا القبيل وبتنشطوا برضو بالاتصالات على كافة انواعها اتصالات داخلية او اتصالات خارجية او وسائل تواصل او او من اي اشي من هذا القبيل اه يوم مناسب لاجتياز امتحان وخصوصا الاشخاص اللي بيدموا امتحانات اه كانت الامتحانات هاي اه خصوصا الابتدائي والثانوي هدولة بيعني امتحاناتهم بتكون جيدة وخصوصا الاشخاص اللي بيدموا امتحانات من خلال المنزل زي عنا مثلا في اردن احنا منقدم من خلال الطلاب يقدموا من خلال انترنت اللي هو تعليم عن بعد اذا في دول ثانية بتستفيد من نفس النقطة فمنقول لابنائهم اليوم اه ممكن تكون الاشياء هاي مناسبة لا الهم اه في نوع من انواع تعزيز العلاقة مع اخ او مع جار اه بتعمل حضوظ نوع من انواع الدعم بتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الاجواء اللطيفة ممكن تحمل لقاء عاطفي او مصالحة او ورشة عمل لتأهيل قدرتك ولكن في عنده نقطة انا على اساس انه احنا اه برضو نكمل التوقعات بشكل صحيح اه بالنسبة للي عندهم امتحانات من الطلاب الابتدائي والثانوي وخصوصا من العشرية الثالثة هذولا بدهم ينتبهوا بشكل كبير ما يعتمدوا على الحظوظ بدهم يعتمدوا على مجهودهم على دراستهم على اساس انه في نوع من انواع الضغط خصوصا من الزاوية اللي ذكرناها اللي بتتشكل اليوم بين البلوتو وبين الشمس فهاي ممكن تسبب لهم ردات فعل عنيفة او ممكن اذا حاولي خاطر بده يغش بده يشوف له برشامة عساسة يقرأ عنها وماشي الامتحان ممكن ينمسك وتكون شغلة مش سهلة فركز ودرس بكون افضل اما بالنسبة للبيت الاول فاليوم نفسيتك احسن وشخصيتك احسن عندك طاقة كبيرة بتتحرك باكثر من اتجاه ممكن تنجز كثير من الاعمال المكللة اليك خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف الامور عن المستوى المالي يعني مش قوية كثير ولكن برضو مش ضعيف كثير ولكنه بيغلب عليك اليوم المشتريات والنفقات اكثر ما بيغلب عليك القادم يعني صحيح ممكن تحصل على فلوس اليوم ولكن مباشرة ممكن انك انت تصرفها وتصرف كمان افوقها حاول انك انت تمسك حالك ما تضغط حالك بالمصريف لزيادة اما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرناه في بداية التوقعات اما بالنسبة للبيت الرابع فهو ما زالت الامور فيها نوع من انواع التوتر من بسبب مشكلة معينة صارت في البيت او مع احد افراد العائلة فممكن هذا شوي مسبب لك بعض القلق ممكن تشعر بالارتياح او تنتهي هاي الموجع او هذا الخلاف في ساعات الظهيرة او ساعات صباح الغد يعني الامور بتصير اجهبية اكثر او ممكن انت في خلال الفترة القادمة رح يصير اهتمامك على هاي المسألة فممكن انت اللي تبادر بمعالجتها اهم اشي انه لو كان فيه نوع من انواع الاعطال او الاهتمامات العائلية خليه فيه نوع من انواع التقارب ما تعمل نوع من انواع التباعد ما بينك وبين الواجبات العائلية او المسئولية اتجاه العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس فهو بدعمك على المستوى العاطفي خلال هذا النهار فممكن يكون فيه نوع من انواع التواصل ما بينك وبين الحبيب اه يعني بشكل مفاجئ ممكن انت تحاول انك يعني كيف اللي بيحكي بدي احاول انا استفزه عشان اشوفه انه بيحكي ولا بيحكيش اه يعني ممكن هاي تكون من هاي المبادرات خلال هذا النهار باعرف انه اه انت عاطفي كثير يعني العقرب اجمالا عاطفي كثير بيحب الاهتمام بيحب المسئولية ولكن اه ممكن الضغوط على حسب برج الشخص يعني اه هي اللي تسبب عنده نوع من انواع البرود او الفطور او الحدية في الطباعة بالتعامل مع الحبيب اما بالنسبة للبيت السادس فعا مستوى العمل اليوم انت ممكن ان يتراكم عندك بعض العمل بسبب التقصير او بسبب انه ما عندك رغبة بالعمل وفي منكو ممكن يشعر ببعض الالام او بعض الامراض العابرة اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف البيت السابع اجمالا جيد برضو على مستوى الشراكي بدعمك بشكل قوي اليوم فممكن يصير في نوع من انواع التوازن ما بينك وبين شريك المال او العاطفي او تعاون لحل مسألة معينة او للتواصل لحل مسألة معينة او ممكن التقارب والاتفاق على توزيع مهام ما بينكم او حتى جلسة حب ووئام ما بينكم اما بالنسبة للبيت الثامن البيت الثامن شوي ما في نوع من انواع الايجابيات على المستوى المالي يعني ما زالت الامور ضاغطة ممكن ينعرض عليك عرض للمساعدة او للدعم في منكم ممكن يحصل على دعم خارجي من مؤسسات حكومية او من اشخاص خارج البلاد او ممكن نوع من انواع الدعم للمساعدة او ممكن انت تقرض تطلب قرض او سلفي او دين اما بالنسبة لبيتك التاسع فبينشط عندك اليوم الاتصالات الخارجية كنوع من الاتصالات القوية يعني او الاهتمام باشخاص خارج البلاد او ممكن يكون اليوم اهتمام باوراق قانونية او بعض المستندات او الاوراق حتى المالية اهم شي انه اليوم انت حاول انك تركز بشكل جيد في منكم ممكن يهتم بامور الها علاقة بالدراسة او بدراسة لغة معينة او عندهم امتحانات او عندهم اه خصوصا امتحانات للاشخاص الجامعيين يعني اجمالا كل فوائد البيت التاسع ايجابية اما بالنسبة لبيتك العاشر فهو جيد على مستوى السمعة ولكن حاول في ساعات النهار انك ما تعمل شيء جريء زيادة عن اللزوم اه فتروح الا انت مرت حالك بتشويه السمعة او مخالفة قانونية او ممكن تدخل بمواجهات مع رجال الامن وحاول انك تنتبه اثناء القيادة على الطرق المفتوحة من الحوادث او اشياء ممكن تحدث بشكل مفاجئ اما بالنسبة لبيت الاصدقاء بيتك 11 يعني ما زال الضغط موجود من يوم امس فعشان هيك ممكن يصير فيه خلاف ما بينك او سوء تفاهم ما بينك وبين صديق او ممكن تتجنب انت التواصل مع الاصدقاء او ما الك رغبة حتى بالتواصل معهم في ممكن يصلك خبر مزعج بتعلق بها احد الاصدقاء اما بالنسبة لبيت المتاعب بيت المتاعب شوية يعني بدنا نقول احنا مش روتيني يعني ضاغط شوي فعشان هيك منقول لك انجز الاعمال الضرورية والمهمة المطلوبة منك وحاول انك انت تأخذ قسط كافي من الراحة راقب غذائك وادويتك وما تترك الوسواس يسيطر عليك برج القوس تم فرصة لمكسب مالي من عمل اضافي مع هيك بدك تكونوا حذرين من النفقات ام تنعوا عن المشتريات غير الضرورية ممكن تهتم بتوظيف اموالك بدك تكون عاقل في صرف الاموال ممكن تهتم لمناقش الدعم مالي او قرض او تفكر في بعض الاستثمارات او التوظيفات فترة ايجابية ممكن تحقق خلالها ربح طبعا القمر موجود في بيتك الثاني فعشان هيك بدعمك بشكل قوي جدا قصوصا على الوضع المالي ممكن يفتح لك فرص كثيرة خلال هذا النهار فاي شيء العلاقة بالمال اليوم تقدر تتحرك باتجاهه بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف اليوم شخصيتك احسن ثقتك بنفسك احسن اليوم تقدر تتحرك على اكثر من اتجاه مدعوم بطاقة كبيرة يعني مشحون بايجابية عالية جدا افضل من الايام اللي مضت اما بالنسبة للبيت الثاني فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثالث شوي بدك تكون حذر بس من العصبية وردات الفعل العصبية حاول انك انت ما تندفع وما تتهور وما تغامر خلال هذا النهار عندك قدرة على الاقناع على التواصل على الاتصالات يعني انت ايجابي ولكن انه بدك تنتبه من القيادي اثناء القيادي او التحرك من الاصابات اللي عنده امتحان او عنده دراسة اليوم على المرحلة الابتدائية بده يركز بشكل جيد اما بالنسبة لبيتك الرابع يعني ما زالت الامور يعني اليوم مستقرة اكثر من الايام الماضي الايام الماضي كان فيها هنا من الضغط اليوم الوضع ايجابي تقريبا او مستقرة على الوضع البيت والاسرة في نوع من انواع التفاهم ممكن اليوم تنشغل في بعض المسائل او الاعمال المنزلية او الاهتمام في بعض التصليحات او الترتيبات او الاهتمامات العائلية للتقارب او اجتماع عائلية او اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة لبيت الخامس فانا شايف البيت الخامس العاطفي حدي جدا اليوم في نوع من انواع التوتر او العصبية موجودة عندك ردات فعلك غير مدروسة يعني مش منظمة مش واضحة المعالم فعشان هيك ممكن انك تحتد وتعصب او يقصيب من سوء تفاهم او من تقصير الحبيب او عدم اهتمامه اشياء من هذا القبيل حاول قدر الامكان انك تشحن حالك بطاقة ايجابية وحاول انك انت تتجنب اي خلافات او صدامات ما بينك وبين الحبيب اما بالنسبة للبيت السادس فهو ضاغط عليك على مستوى العمل يعني بتلاقي انه اليوم عندك مهام كثيرة الى علاقة بالعمل او شغل كثير يعني والتزمات كثيرة حاول انك تنجز الضروري منها وحاول انك تاخذ قصد كافي من الراحة او بدك تهتم اهم اشي بوضعك الصحي او شؤونك الصحي بدون وسوسة بدون ماتت وسوس يعني اي ضاهر يعني حسيت بمغس حسيت بألم في اسفل الظهر اه شوي صار عندك صداع خد قصد كافي من الراحة بس اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف على مستوى الشراكي برضو الحدية موجودة في الطباع فعشان هيك ممكن تحتد وتعصب بتعاملك مع الحبيب خلال هذا اليوم او الشريك الحبيب الشريك يعني الزوج اللي انت بتحبه او الزوج اللي انت فيه علاقة بينك وبينه غرامي البيت الخامس وانا للحب للاحبة المش متزوجين البيت السابع للاحبة المتزوجين يعني بحبوا بعض المتزوجين اما بالنسبة لبيتك الثامن فانا شايف انه الامور على مستوى البيت الثامن يعني شيئا ما فيها نوع من انواع ان بعض الامل للانفراج ولكن انا مش شايف القوة بالانفراج فعشان هيك على الوضع المالي المشترك ممكن اليوم بس هي نوع من انواع التطمينات او المبادرات او ممكن انه تأجيل الموضوع لا يومين ثلاثي لو ادام ممكن يصير فيه نوع من انواع الانفراج ولكن خلال اليوم بس اهتم بعملية الطلب او عملية طرق الابواب للمساعدة اما بالنسبة للابيتك التاسع فانا شايف الامور الايجابية تدعمك بشكل قوي في امور الاتصالات الخارجية او تواصل مع اشخاص خارج البلاد اللي اطمانان عليهم او حتى الامتحانات او اهتمام بلغة او بالثقافة او بموضوع فلسفي ديني نقاش يعني كل الامور هاي اليوم جيدة اللي عندهم امتحان وانه على مستوى الجامعي هم هدولة اللي بكون الوضع ايجابي كثير عندهم اما بالنسبة لبيتك العاشر فهو ضاغط عليك على مستوى بيت السمعة فحاول قدر الامكان انك ما تشوه سمعتك ما في داعي تعصب وتنفعل وبرضو ما في داعي انك تخالف القوانين وتدخل باشياء مشبوهة الوضع في نوع من انواع الضغط ممكن يسبب لك بعض الخلافات او بعض المشاكل ما في داعي للتهور اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايفه فارغ تماما ما في اي شيء له علاقة بالاصدقاء فبتتعامل على طبيعتك مع الصديق اما بالنسبة لبيت المتاعب فانا شايف انه بيت المتاعب يعني شوي يعني من حذرك من اشياء ولكن انا شايف انه مش كثير يعني التحذير فخلينا نقول انه روتيني برضو اعمل يعني الاشياء المطلوبة احتياطا اعمل الاشياء او المشاريع او الاعمال الضرورية انجزها خلال هذا النهار حاول تأخذ قصد كافي من الراحة راقب ادويتك وتغذيتك اليوم وما في داعي للانفعال والعصبية برج الجدي طبعا اليوم ثقتكم بانفسكم اكبر من اليوم الماضي بعمكم النشاط اهم اشي انه اليوم تستغلوا الفرص بالمبادرة لخطوة جديدة بالدعاء من مكانتكم الاجتماعية في انفراج وتقدم الموس بعد مراوحة الها كم من يوم وفي ركود كان في كثير من الاشياء اللي كنتوا تسعولها عليكم التحلي بالحكمة والواقعية للامور ممكن تشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر خلال هذا اليوم يعني القمر موجود عندكم في بيتكم الاول بدعمكم بشكل كبير في اكثر من اتجاه بيساعدكم في كثير من الاشياء اللي انتو بتحبوا تنجزوها خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت الثاني فهو تقريبا من نحكي روتيني ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي يعني لا فيه دعم موجود ولا فيه سلبية موجودة فعشان هيك يعني بتظلها الامور الاعتيادية اهم شيء انك تحاول تقللوا من المشتريات او من المصاريف عساس انه ما تضغطوا حالكم ماليا اما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد اليوم على مستوى الاتصالات والمواصلات على مستوى التنقلات على مستوى التواصل مع اشخاص يعني كل الامور تقريبا اللي الها علاقة بالاتصالات والمواصلات جيدة ولكن حاولوا انكم ما تغامروا كثير وتنتبهوا اثناء القيادة خصوصا للاشخاص اللي بيطلعوا من بيوتهم اللي عندوا امتحان مدرسي خصوصا اللي هم الثانوية والابتدائية اللي عندهم مثلا الدراسة او امتحانات من خلال الاجهزة التواصل او الدراسة عن بعد هدولا شوية بدهم يركزوا بدراستهم ما يتسرعوا بالاجابات وبدهم يدرسوا مظبوط على اساس انه الحظ ما رح يدعمهم في امور الامتحانات بالنسبة للبيت الرابع يعني فيه نوع من انواع الضغط له علاقة بالامور البيتية والعقارية والامور اللي لها علاقة بافراد العائلة ممكن صير في بعض المشاحنات او المشادات فعشان هيك حاول انك انت تكون ايجابي تجمع بين الامور ما في داعي للقلق والخوف المهم انه الامور ان شاء الله بتكون جيدة فيه منك ورح يهتم بامور الها علاقة ببعض المشتريات او المستلزمات او الترتيبات او التصليحات المنزلية اما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد على مستوى التواصل العاطفي او التواصل مع الحبيب بالعكس فيه تقارب عالي جدا اليوم بكون ما بينك وبين الحبيب بتفهم وجهة نظرك بتتفهم وجهة نظره ولكن اهم اشي انك انت تطلع على برجه وتشوف بيته الخامس هل هو جيد للاستقبال الامور ولا فيه نوع من انواع الضغط اجمالا الامور جيدة اما بالنسبة للوضع الصحي فانا شايف الوضع الصحي اليوم يعني فيه نوع من انواع الضغط او الارباك الصحي عندك او تراكم الاعمال عندك او تقصير في انجاز بعض الاعمال ولكن انو الوضع الصحي ممكن يكون وضعك انت الصحي او وضع حبيب او عزيز عليك بكون بحاجة للرعاية او الاهتمام اما بالنسبة للبيت السابع يعني البيت السابع بيت الشراك المالي والعاطفية شوي فيه نوع من انواع الضغط فعشان هيك حاول انك تخلي فيه نقاط تلاقي ما بينك وبين الشريك بالعاطفة ما تخلي فيه فجوة او تكبر الفجوة ما بينك وبينه اكثر حاول انك انت تختصر السلبيات والمواجهات والمشاحنات يعني على اساس انو الامور تمشي بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الثامن البيت الثامن يعني ممكن يفتح لك بعض الفرص اللي الها علاقة بالدعم المالي يعني مساعدات مالية دعم مالي مساعدة من الخارج طلب الديون الاهتمام بامور الها اوراق قانونية او اشياء الها علاقة بالمؤسسات الحكومية يعني كلها امور ان شاء الله بتكون جيدة اما بالنسبة للبيت التاسع فهو بعطيك شوية نشاط على مستوى الاتصالات الخارجية او تواصل مع اشخاص خارج البلاد اللي اتمنان عليهم او ممكن لها علاقة بالدراسة او مؤسسات تعليمية من هذا القبيل اهم ايش انك انت تركز على الامور بشكل جيد اللي عندهم امتحانات وخصوصا المراحل الجامعية او دراسة هدولة بيبدعوا بشكل كبير اما بالنسبة للبيت العاشر البيت العاشر شوي يعني بيعمل نوع من انواع التركيز على مجال السمعة فاليوم ما فيها السلبية الكبيرة الموجودة ولكن برضو مش مطمئني انا بالنسبة لي مش مرتاح لها فعشان هيك بقولك حافظ على سمعتك حافظ على انجازاتك حاول ما تخالف القوانين ما تدخل باشياء مشبوهة اذا فيه اوراق قانونية او اشياء زي هيك يستعدلها بشكل جيد بدك تكون محتاط وحذر خلال هذا النهار اما على مستوى الاعمال اللي عنده عمل مع مؤسسة كبيرة ممكن اليوم ينجز بمساعدة بعض الاشخاص اما بالنسبة للبيت يعني بيت الصداقة بيتك 11 فهو روتيني تماما ما فيه شيء لا ايجابي ولا سلبي اما بالنسبة لبيت المتاعب يعني بيت المتاعب تقريبا حاميك اليوم والحامي هو الله عز وجل ولكن انه ما فيه ضغط كبير ما فيه يعني اشياء بتخوف فاليوم بتقدر تفصل الامور انه اعمال ضرورية جدا بتقدر تنجزها بتقدر تهتم بتغذيتك بتهتم بادويتك بممكن مكملات اشياء بتشجع نفسيتك او تغير من طباعك ونفسيتك اكثر برج الدلو طبعا لليوم الاخير بتطلب منكم هذا اليوم الانتباه القمر موجود في بيت متاعبكم عشان هيكي بتكو تنتبهه جيد خلال هذا النهار بتكو تنتبهه لصحتكم لا اعمالكم ما في داعي للمبالغة الكثير في انجاز ما لديكم من اعمال متراكمة ما تبالغوش كثير حاول انك تنجز الاشياء المهمة بتهدأ وطيرتك لا حد الركود ممكن تلغي مشاريع او تعاني من تراجع معنويات او معنوي او صحي اهمش انك ما تحسم امر الفترة هاي فيها نوع من انواع السلبية مخيب الامال ممكن تندم على اي خطوة ممكن تقوم فيها خلال هذا النهار القمر وجوده ببيت المتاعب بيكون ضاغط بشكل كبير ظلها اليوم حاول انك انت تمشيه باي طريقة بكرة بيوصل لعندك القمر بيشحنك بطاقة اكبر بصير في عندك حماسة اكثر وبرضو بتستفيد من اشياء كثيرة اما بالنسبة للبيت الاول فاليوم النفسية عندك متقلبة مرة ايجابي مرة سلبي مرة مبسوط مرة متنكد يعني ما عندك استقرار على المستوى النفسي اليوم في اكثر من مرحلة وفي اكثر من تقلب رح يصير على اكثر من ساعة خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت الثاني البيت الثاني يعني شوي ممكن انها يعمل لك نوع من الانفراجات او نوع من انواع المساعدات او ابواب انت ممكن تطرقها خلال هذا النهار ولكن على الايام القادمة ممكن يكون في بوادر خير لدعم مالي ولكن انه بدك تحاول انك تقلل من مصريفك اما بالنسبة للبيت الثالث اليوم ما في داعي لا للمغامرات ولا المجازفات ولا للعصبية ولا للحدية بدك تمسك حالك بكافة هاي الاشياء اللي انا ذكرتها لانه اليوم انت عندك قابلية انك انت تعصب والثور وتتهم وتتهور بالكلام فبدك تمسك حالك قدر الامكان ما في داعي لكل هاي الامور اللي عنده امتحان او دراسة اليوم بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوظ نهائيا اما بالنسبة للبيت الرابع يعني شوي ممكن يدعمك على مستوى البيت يعني يصير فيه نوع من الواع انه البيت لطيف شوي في التعامل فيه نوع من انواع الهدوء النسبي فيه نوع من انواع التقارب ولكن برضو توترك وعصبيتك ممكن يسبب نوع من انواع الحدية داخل البيت حاول انك تعمل نوع من انواع التقارب ما تعمل فجوي داخل البيت نهائيا ما تعصب ما تختلق المشاكل مهما كانت الظروف اما بالنسبة للبيت الخامس بعطيك نوع من انواع الحساسية يعني حساسيتك عالية فعشان هيك سهل جدا انك انت تعصب اليوم على أحد الأحباء أو أحد المقربين منك فامسك أعصابك قدر الإمكان بدون ما أنت تشحن الجو بتوتر الزيادة اترك الأمور الحديث ما يصل للقمر اللي عندك بتصير الأمور إيجابية أكثر أما بالنسبة للبيت السادس فهو بضغطك على مستوى العمل ما زالت أمور العمل ضغطة عليك تراكم العمل أو تراكم مالي أو اهتمامات أو مسائل لها علاقة بأن الأمور مجمدة فعشان هيك أنت متوتر كثير لأنه هاي زيادة مصاريف ومتعبة نفسيا أكثر أما بالنسبة للبيت يعني نفس البيت اللي بتعلق بالصحة ممكن تحس ببعض التوعكات أو الإرهاق أو بعض الأوجاع أو الأمراض العابرة ولكنها يعني بتتعبك شوي حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتتجاوز مرحلة الضغط أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى الشراكة يعني ما زلت مسيطر على هاي النقطة ما بينك وبين الشريك ممكن تتواصل إنتو إياه أو تتعاون إنتو إياه بحل مسألة معينة وممكن أنت توكله في مسألة معينة فهو ينجز لك إيها على أكمل وجه أما بالنسبة للبيت الثامن فهو ضاغط برضو على مستوى المصاريف الضغط المالي خصوصا في الأموال المشتركة بتحس أن الأمور بتسكر ما تفقد الأمل هو يوم وإن شاء الله أنه كل الأمور تتجه بالاتجاه المزبوط أو في تحسن للأوضاع وعندك الفترة القادمة كثير راح تكون مميزة أكثر من الوقت الحالي أما بالنسبة للبيت التاسع فبتنشط أنت باتصالاتك ممكن اتصالات خارجية اتصالات مع أشخاص خارج البلاد ممكن تهتم في بعض المسائل اللي بتتعلق في أشخاص تطمئن على حالهم أو مؤسسات حكومية أو أوراق قانونية أو ممكن تهتم باللي عنده مثلا اهتمام بلغة اهتمام بأشخاص أجانب مؤسسات تعليمية له علاقة بالاستراد والتصدير كل هدولة اليوم إيجابيات يعني ما في أي خوف عليها أما بالنسبة للبيت العاشر فبنقدر نقول أنه هو شوي روتيني بس أنه اللي بيشتغلوا من ضمن مؤسسات كبيرة اليوم بيقدروا ينجزوا كثير من أعمالهم بمساعدة صديق أو زميل لهم أو تفاهم ما بينهم وبين رؤسائهم بالعمل أما بالنسبة للبيت 11 فبتحاول أنت يعني تتفقد أصدقاء لإلك أو تبحث عن أصدقاء معينين عشان يشوروا عليك للفترة هاي أو يساعدوك أو يدعموك في شيء معين حاول أنك أنت يعني تكون مرن ولين وتعرف تختار مين من الأصدقاء ممكن تتلقى اتصال اليوم مميز أو ممكن يجي خبر يفاجأك أما بالنسبة لبيتك 12 يعني بيت المتاعب مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات يعني هو بيت سيء وضاغط بشكل كبير برج الحوت بوسعكم طبعا اليوم تعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتتسع الأفاق وبتحتفل بالنجاح أو بتطور علاقة ممكن اليوم تعزز شعبيتك أو تحصد أرباح بتفرح لوقوف أحد الأصدقاء لقربك أو لجانبك أهم إشي أنك تخفف من الضغوط ممكن يطمئن بالك اليوم من مسألة كانت مأرقيتك بالفترة الماضية طبعا حاول أنه اليوم هذا تنجز كثير من الأعمال اللي عندك حاول الأشياء المهمة تنجزها اليوم لأنه ابتداء يعني بكرة بنتك القمر للدلو بيت متاعبك فرح تنضغط يومين ويصير عندك ركود حاول تنجز اليوم وتستغل اليوم في أكثر من اتجاه أما بالنسبة للبيت الأول فالبيت الأول جيد نفسيتك اليوم أحسن تتحرك بكل الاتجاهات عندك قدرة على إنجاز كثير من المهام سرعة بديهتك عالية راغبتك في إنجاز أعمال كثيرة اليوم مميزة أما بالنسبة للبيت الثاني يعني الوضع المالي هو اللي معرقك شوي في نوع من أنواع الضغط رح يكون اليوم ممكن هي زيادة مصاريف أو فوترة أو مطالبات مالية يعني بدك تحاول إنك ترتب الأمور بعقلانية على أساس إنك ما تضغط الأمور بشكل كبير أو بشكل واسع بدها عقلانية وبتمشي الأمور بس إنه اعرف كيف تجدول وترتب أمورك المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم جيد برضو على مستوى الاتصالات والمواصلات والتنقلات والتفقد للأشخاص اللي عنده امتحان أو دراسة اليوم بنجز بشكل رائع جدا ولكن أنا من عندي بقولك إنه حاول تدرس وما تعتمدش على الحضوظ لأنه في ضغط على بيت الحض فعشان هيك يحاول إنك تدرس وتهتم بدراستك مش تجرب حضك وزبطت زبطت ولا ما زبطت لا هي ما رح تزبط فحاول إنك تدرس وتستعد أما بالنسبة للبيت الرابع البيت الرابع شوي بيشكل لك نوع من أنواع الضغط المنزلي ممكن هو من الروتين أو الاهتمام المنزلي أو العائلي بشكل نوع من أنواع الضغوط ممكن صير في كيف جوة ما بينك وبين أحد يعني أحد أفراد العائلة أو ممكن أعطال منزلية أو التزامات منزلية عالية جدا فتوترك وتضغطك حاول إنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وما تستسلم لكل هاي الضغوطات أما بالنسبة للبيت الخامس البيت الخامس يعني حكينا إنه ما بتدعمك كثير بالحضوظ حاسس ببعض الفراغ ممكن يكون في بعض المكتسبات اليوم أو بعض المزايا اللي تساعدك في أشياء معينة أو تفرحك أو اتصال ما بينك وبين الحبيب يعني تحس في نوع من أنواع التقارب اليوم أو شيء ممكن أنت على مستوى الأدبي أو الفني يعني اتحقق في إنجاز أما بالنسبة للبيت السادس البيت السادس يعني بدعمك بشكل برضو ناش نحكي جيد ولكن الأعمال بتتراكم عندك مهتم بمسائل محيريتك العلاقة بالعمل وبرضو بيوترك الوضع الصحي ممكن تشعر ببعض التقلبات أو الخوف أو الإرباك أو الوسوسة ما تشبك حالك في أي وحد من هدول بالعكس اطلع من الجوهد وحاول تشحن حالك بطاقة إيجابية بتلاقي الأمور كلها جيدة أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى الشراكة شوي في عندك حدية في طباعك فممكن هذا اليوم يخلق لك بعض التوتر في علاقتك العاطفية أو العاطفية مع الشريك فحاول قدر الإمكان أنك أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية وتعمل نوع من أنواع التقارب وما في داعي للتحسس والحسسية بالتعامل مع الحبيب على أساس أنه ما تكبر الفجوة ما بينكم يعني خلي فيه نقاط طلاقي أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني تماما بيت المال المشترك ما فيه لا إيجابيات ولا سلبيات فعشان هيك أنت قاعد بترسم لا خطة كيف أنت تحصل على مال من خلال هذا البيت ولكن لسه مش واضحة الأمور بالنسبة لك أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بدعمك على مستوى الاتصالات الخارجية مع أشخاص خارج البلاد ممكن يعزل نقاط كثيرة ويخلي فيه نقاط طلاقي ما بينك وبين أشخاص خارج البلاد أو مع مؤسسات يعني تكون مؤسسات تعليمية أو مؤسسات إذاعية على بعض المهتمين يعني أو اللي بيشتغلوا في المجالات الإذاعة والفن والأشياء هاي ممكن أنهم يستفيدوا من النقاط هاي واللي عندهم برضو اهتمامات بأوراق قانونية أو بعض الالتزامات الثقافية يعني مثل تعلم لغة أو امتحنات أو دراسة فهدولة اليوم برضو بتكون مميز لألهم خصوصا على المستوى الجامعي وأنه على المستوى الابتدائي بدهم دراسة اللي هو المستوى الأساسي من الثانوية للابتدائي هدولة بدهم يدرسوا ويهتموا على المستوى الجامعي اليوم جيد بالنسبة لألهم أما بالنسبة للبيت العاشر يعني شوية اليوم تقدر تنجز أعمال أنت مهمة ولكن بالتعاون مع بعض الأصدقاء أو مع مجموعة معينة يعني العمل الجامعي اليوم ينجز به على أكمل وجه ما فيه أي تقصير وما فيه أي أمور ممكن أنها تستفزك خلال هذا النهار فيه نوع من أنواع التقارب وممكن تلفت نظر المسؤولين لا إلك أما بالنسبة لبيتك 11 كما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيت متعبك فهو بلش يحتد شوي فعشان هيك بنقول لك إنجز الأعمال الضرورية أو المهمة وحاول أنك تأخذ قصد كافي من الراحة خلال هذا النهار راقب تغذيتك راقب غذائك راقب طعامك وبرضه اهتم بصحتك وشأنك الصحي بدون وسوسة وبدون خوف وانطلق اليوم إن شاء الله أنه بكون من الأيام المميزة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء